كيف حدث من خطبة الجمعة أقام على رسول الله عزيز؟ كيف حدث جمعة؟ لم نصلناها من شيء أرى أنه لا أرى بنادمنا كيف حدث جمعة؟ كيف حدث جمعة؟ كيف حدث جمعة؟ 52 جمعة؟ 52 اختباء؟ 23 سنة عالية لخطبة جمعة؟ لم تحتل لهذا؟ أرى لا يمكن أن نصل لها حتى 1000 أولاً أرى لا يمكن اختفت خطب النبي عليه الصلاة والسلام كأننا لا نجد في كتب التراث على كثرتها وعلى كثرة ما لاحقت محاولة تدوين سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أحاديثه النبوية غياب للخطبة فيه الملاحظة تعون العرب اليوم قال لك وين خطب محمد؟ لأنه ما فيه قليل جداً جداً قال لك النبي خطب من أول سنة في المدينة وجعل عشر سنوات وكل سنة فيها تماماً واربين خطبة جئي من الغزوات جئي من السكة جاديش بظل على الأقل عندك إيه؟ يا سيدي نقول لك 300 مش هنقول لك 480 خطبة وين هن؟ ما فيه معناش حتى 15 خطبة عشر سنين خطب جمعة في المدينة ما كتبوش خفزوا دي والخناء اللي في البيت ورمي الأكل والسحر والسم وأنه كان ماشي في سب واحد ولعنه ومحفزوش خطب الجمعة 520 خطبة فعشر سنين سبحانه بقى فإن العقل المسلم لا يمكن أن يستسير غياب وعدم تدوين أزيد من 500 خطبة جمعة ولا خطبة جمعة واحدة من هذه 500 خطبة يعني انظر أين وصلنا وصلنا يعني للقاع سبحان الله خطب الرسول صلى الله عليه وسلم أولف فيها كتب 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 لدينا الآن مؤلفة منذ القرى الأولى فقط في خطب الرسول صلى الله عليه وسلم سواء خطب الجمعة أو خطب العيد وهو يقول لا يوجد لدينا خطب يا أنت والمشكلة ليس فيه والمشكلة ليس أنه لا يوجد خطب مشكلة أنك أنت غبي تنقل الشباو تأتي يعني تضير لنازل نكاني ذكي أين الخطب لا يوجد خطب فهذا كلام طبعا خطأ لدينا خطب كامل الرسول صلى الله عليه وسلم ولدينا كتب مؤلفة لخطب الرسول صلى الله عليه وسلم منذ القرى الأولى كما ترون هذا كان كل شيء والسلام عليكم قضية لا بد أن تنتبهوا إليها جهة النقد وآهلية الناقل جهة آهلية الناقل أنا أقول لكم شيء هؤلاء الذين نظرت إليهم وانصدت إلى بعضهم في وجه انتقاده المخارب الجامع بين هؤلاء جميعا لهم صفة جامعة بينهم جميعا كلهم ليسوا من أهل الاختصاص كلهم ليسوا من أهل الاختصاص هذا عالم في الفيزيع الكمية هذا في الرياضياتي هذا سقط في التحديري هذا أستاند فرنسي كلهم ليك بالتأني وأعطي دون مني وسر نحو الثريا بسير مطمئني لا لن تنال فوزا وعزا بالتمني فلا تكن كسولا ولا تكن لو أني جميعا